ومتابعة الموضوع أيضا ينضم إلينا من موسكو مرسلنا حسن نصر ومن مقاطعة موسكو مرسلنا أشرف الصباغ أبدأ معك حسن كيف يبدو المشهد في موسكو؟ هل انقشعت صحب الدخان عن المدينة؟ في الواقع راضي إذا ما نظرنا إلى خلفي حيث نتواجد على خلفية الكريمين وسط العاصمة موسكو نجد أن اليوم فعلا السحابة الدخانية كانت اختفت قد اختفت من أجواء العاصمة وهذا يبشر بالخير لسكان مدينة موسكو إذا أنه بالفعل اليوم نوعا ما يستطيع المواطن أن يتنفس برياحية وبشكل طبيعي لا توجد أي سحابة دخانية في أجواء العاصمة موسكو ما تميزت الأيام القليلة الماضية بهذا الشيء لكن هناك توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بأن الوضع لا يزال حرجا نوعا ما وخاصة أن اتفاع درجات الحرارة لا يزال قائما إذ أنه منها نتوقع غدا أن تصل درجة الحرارة إلى أربعين درجة مئوية وهذا أيضا يعتبر رقما قياسيا جديدا في تاريخ روسيا إذ أن درجات الحرارة منذ أكثر من مئة عام لم تسجل تلك الأرقام التي تتعرض عليها المدن الروسية وتحديدا العاصمة موسكو يعني إذا ما قررنا الوضع في العاصمة موسكو عن ضواحي العاصمة يعني نوعا ما اليوم يختلف بكثير لأن الدخان كمان يعني هناك معروف أنه في ضواحي موسكو لا يزال يتواجد في كثير من المناطق لأن العاصمة وكما تشاهدون اليوم بالفعل سماء وصافية ولكن يعني التوقعات لا تزال قائمة بعودة السحابة الدخانية ولذلك الوضع لا يزال نوعا ما حرجا لذلك الأجواء لا تزال صافية لغاية الساعة ماذا عن الصورة عندك أشرف في مقاطعة موسكو كيف تبدو الصورة هناك في الحقيقة راضية من الصعب جدا تحديد الوضع في ضواحي موسكو لأن اتجاهات الرياح تتغير تقريبا كل ساعة أو ساعتين وبالتالي قد تنقشع غمامات الدخان في لحظة ويصبح الجو أو التقص صافيا والشمس صاطعة وفي لحظة أخرى تغيب الشمس وتتكاثف سحب الدخان وبالطبع أود أن أتحدث قبل أن أصف الوضع في ضواحي موسكو وهو وضع بالمناسبة في اللحظات الحالية وضع مبشر وتقص صحو للغاية ولكن ذلك لا يمكنه أن يعني أي شيء لأن الرياح تغير اتجاهاتها بشكل دوري في ضواحي موسكو راديا نجحت قوات وزارة الطوارئ والقوات الأخرى والجهات الأخرى المخولة بمواجهة الكوارث طبعا نجحت في تقليص عدد الحرائق وعدد البؤر إلى النصف تقريبا حيث يعمل ما يقرب من ثلاثمائة وسبعمائة شخص وحوالي ألف ومائتين وثلاثين آلية وطبعا هناك المروحيات التي صبت ما يقرب من سبعة أطنان من السوائل على البؤر المحترقة وهناك الأليات التي صبت أيضا ما يقرب من خمسة وثلاثين ألف متر مكعب من المياه كل ذلك جرى في ضواحي موسكو منذ الصباح وبالتالي خفت حدة غمامات الدخان من ورائنا ومن خلفنا وفرق وزارة الطوارئ الروسية تعمل تقريبا منذ الساعة السابعة صباحا ولكن رادية في الحقيقة لا أستطيع أن أعطي حكما نهائيا لأننا كما نعرف أن صحب الدخان ملأت موسكو بالأمس حتى صباح اليوم وتبددت فجأة بنتيجة تغيير اتجاه الرياح لو تحدثنا عن الإحصائيات حسن إلى أين وصل حجم الخسائر البشرية والمدية حتى الآن في موجة الحرائق هذه التي ضربت روسيا في الواقع راضية يعني عدد ضحايا لغاية الساعة وصل بالفعل إلى خمسين قتيلا كان قد ارتفع إلى اثنين إذ أن أحدهم كان قد قضى في أحد المشافي مدينة بورونج والآخر كان قد وجد بالقرب من مدينة نيجني نوغرد في أحد المنازل التي احترقت نهائيا كان يتواجد في هذا المنازل لذلك عدد الضحايا وصل إلى خمسين قتيلا أما يعني بشكل عام فعدد المنازل التي كانت قد أتت عليها النيران يعني ما يقارب أو أكثر من ألف وتسعمائة منزل سويت بالأرض ولذلك هناك يعني ما أكثر من ثلاثة آلاف إنسان الآن يعتبرون من دون مأوى أما فيما يتعلق في عدد قوات الطوارئ وقوات الجيش التي تشارك لغاية الساعة في عمليات الأطفاء فهناك ما يقارب من مئة وستين ألف إنسان يستخدمون ما يقارب ستة وعشرين ألف يعني آلية لتشارك في عمليات الأطفاء يعني الأرقام التي تشير إلى عدد الهكترات التي يعني ما يقارب من مئة وثمانية وثمانين ألف هكتار من الأرض أتت عليها النيران هذا رقم كبير ولذلك لغاية الساعة لا تزال خطورة وكما أشار يعني أشرف من ضواحي موسكو إذا يعني اشتدت الرياح يمكن أن تزداد هذه الحراق لأنه لغاية الساعة هناك خمسمائة وخمسة وعشرين بؤرة من النيران لا تزال تشتعر ولذلك هناك خطورة وكما يعني وزارة الطوائر والحكومة الروسية والشعب الروسي ينتظرون بالفعل الفرج من السماء لأن الأمطار وحدها يمكن أن تخمد كل هذه الحراق التي لا تزال تشتعر في ضواحي موسكو وفي المدن الروسية لذلك نحن أيضا مع الآخرين سننتظر الأمطار التي تبشر بالخير ويمكن أن تحسن الوضع نوعا ما على الأرض نعم شكرا لكما من موسكو مرسلنا حسن نصر ومن مقطعة موسكو أو ضواحيها مرسلنا أشرف الصباق شكرا جزيلا لكما